معنا حول هذا الموضوع مراسلنا في ريف حمى عدي سطوف أرحب بك عدي لو تجمل لنا التطورات الميدانية والمستجدات الإنسانية في ريف حمى منذ أمس حتى اللحظة مساء الخير مؤمن لك وليا السادة المشاهدين هناك استهداف من قبل الطائرات الحربية الروسية والحربية السورية لمواقع كثيرة في ريف حمى من أهمها الاستهداف الذي استهدفته الطائرات الحربية الروسية لمقرات جيش العزة التابع للجيش السوري الحر حيث راح ضحية هذا الاستهداف شهدين من عناصر الجيش السوري الحر وعدد من الجرحة يتجاوز السبع جرحة بإضافة أيضا الاستهداف أطراف مدينة كفرزيتة أيضا بصواريخ الفراغية بإضافة أيضا إلى قرية الزكاة ومنطقة الزوار أيضا قامت قوات النظام المتواجدة في مدينة سوران وحواجز النظام المتمركز على أطراف مدينة سوران باستهداف أطراف مدينة مورك بقذائف المدفعية بالإضافة إلى استهداف مدينة طيبة الإمام أيضا بقذائف مدفعية وقذائف صاروخية قام أيضا اليوم جيش العزة ردا على استهداف أيضا المدنيين باستهداف مراكز تدريب قوى الدفاع الوطني في منطقة سلحب والربيعة بصواريخ الإجراد نعم شكرا جزيلا لك عدي سطوف مراسلنا في ريفي حمام